تحية طيبة جدل كبير أثاره قانون المالية لسنة 13 و 2000 بعد المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي أساس الجدل فصول كانت لابد من مراجعتها حسب بختصين في المالية والجباية تعديل فصول تعلقت بالحط من نسبة الخصم من المورد للأداء على القيمة المضافة للمؤسسات العمومية إلى 20% عوضا عن 50% وتعديل جدول الدريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلغاء بعض الفصول من القانون التي تحث على منح امتيازات خارج إطار مجلة تجيع الاستثمارات مقترحات كانت محل جدل بين أعضاء المجلس وثلة من المختصين في المالية اللي أهم أنك تجيب ميزانية أنك تجيب لي أسباب اللي خلت الميزانية في 2012 ما تحقتش على أرض الواقع كاملة يعني هذو ما يظهر لي كانت أهم بيسر نقطة هامة يسر خطر مش هيدا في نعم الميزانية بنحق فيها نسبة نمو كذا كذا ومشاريع كذا كذا وفي الأرض الواقع ثم صعوبات لتحقيق وإنجاز هذه المشاريع ميزانية بلادنا وقانونها المالية هو فيه تجديد وليس له أي صيلة ولا اتصال بالماضي وإنما هو يتسمى قانون ما بعد الثورة وقانون ما بعد الثورة دائما وأبدا يستجيب لتطلعات شعبنا ولمبادئ ثورتنا القانون المالية هي مقترحات فيها ما هو جيد جدا تخص مثلا مراجعة الضريبة على دخل الأجراء والأشخاص الطبيعيين واللي تخص مراجعة جدول الضريبة واللي نجم يسفيد منه معناها عدد كبير يسر وواسع من الأجراء والموظفين خاصة وضعاف كذلك الدخل 73 مليارا و 416 مليما هي خسارة تتكبدها الدولة السنوية نتيجة إجراء مالي تجاه شركات اتصالات بتونس ليبقى المواطن محدود الدخل هو المطالب الأول بدفع الضريبة من بيت ماله الخاص المقترحات أهمها يتمثل في مكافحة التهرب الجبائي مكافحة طبيعي الأموال عن طالبنا بحذف لجنة عادة النظر في القرارات التوظيف الإجباري التي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية أيضا تقدمنا بمقترحات لحذف بعض المعاليم التي تمول بعض الصناديق السوداء التي لم يعرفوش أموالها في الماشي المؤسف أن قانون المالية للسنة الحالية لم يتضمن أي إجراءات لمكافحة التهرب الجبائي والتي كان من شأنها أنها توفر موارد مالية أهمة لخزينة الدولة وتخفف من الضغط الجبائي على أصحاب الدخل المحدود والفقراء وتحسن قدرة شرائية للمواطن كذلك كان من شأنها أنها تكرس العدالة الجبائية بين مختلف فئات المجتمع من الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة وتحد من الالتجاه للاقتراض الخارجي خريطة إصلاح قانون المالية المقترحة للسنة الحالية راعت في مضمونها أصحاب الدخل المحدود من المواطنين ومن لا دخل لهم ولمزيد الحديث حول هذا الموضوع يحضرون معنا سيد محمد نور الدين فتحالة مدفقة مركزي للمصالح المالية أهلا بكم مرحبا بكم سيد محمد لأن تقديم مقترحات جبلة من المقترحات تخص قانون المالية يعني أن هناك شوائب تشوب هذا القانون والله القانون من قبل معلمها من عهد البائد فيه شوائب كبيرة فما نوعين متى شوائب فما شوائب على مستوى القانون بيدو يعني فما فساد مقنن صار وفما فساد آخر على مستوى أنه لازم قوانين تدخل فصول جديدة في القانون المالية باش نمنعه التهرب الجبائي وباش نحصنه في المردودية متى الجبائية لهنا في الحالة اللولى نجده أن مثلا فما مشكل عويس هو في الفقه الإداري فما لإدارة المواقف الإدارية يأخذوها ثلاثة إدارات مختلفين إدارة التشريع الجبائي وإدارة الامتيازات الجبائية والإدارة العامة لأداءات وهذه مهاش أبوزابل للإدارة يعني أنه يعطيه بريس دو بوزيشون المطالب بالضريبة ويعنى بها هوبرك واحد آخر في نفس القطاع مثلا يتمتعش بها نعم وما يعرفوهاش أصلا بريس دو بوزيشون كي تخرج ما يسمع بها حتى حتى يسمع بها كان المعني بالأمر والإدارة اللي مكنتهم من بريس دو بوزيشون وفما فساد آخر على مستوى على مستوى على مستوى الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمار هو أنه تخرج قرارات على الهيئة العليا للاستثمار قرارات يعطيه امتياز بها الشركات دون غيرها على ثبيل الإمثال شركة الطيران الوحيدة اللي قاعدة تخلص في الأداءات هي التونيسار علي فولشارتير الأخرين اللي يكونكيروا متاحها كلهم ما يخلصوش وهذا بعد يقولوا كيفاش معناها التونيسار معناها في سوق نتمر بصعوبات وكذا وفما على مستوى قوانين إضافية لازمها تضاف فما برشة معناها تهرب جبائي في القوانين دونك لازم سن قوانين جديدة كما السر المهني والبنكي أنا معناها معناها استغربت أنه ما تعداش في المجل تأسيسي وكما مثلا الملاذات الضريبية ذي سبالها متاع فلوس تعدى تتهرب بالبرة من غير حتى مراقبة نعم وهذا يعني بالأساس يكرس ما فمش عدالة جبائية وتهرب جبائي السي محمد أبدو أنكم قمتم بعديد المساعد مع الحكومة ومع أعضاء المجلس التأسيسي لكنها لم تكلل بالنجاح ما هي الأسباب؟ الأسباب هو أن القانون المالية شكون صاغوا صاغوا المجلس وطني الجبائي المجلس الوطني الجبائي هو لسان القانون ذا المالية وثمانين في المائة متاع المجلس وطني الجبائي هم الناس اللي صاغوا القانون المخرم القديم نعم وبالتالي هم من أجموش مستوياتيونها قانون يبدلوا به للصياغة القديمة اللي عملوها هم أبيدهم وشو صار؟ صار أن معناها تصلنا أحنا بالحكومة وجلسنا على مستوى الوزيرة اللولة وقعدنا مع مستشارين للوزير اللول قنعناهم بخطورة قانون المالية اللي بشيت صاغ وهما معناها وقت في المواجهة مع وزير المالية ومع كذا معناها استبسى سيد كاتب الدولة اللي هو وزير المالية بالنيابة وفض المقترحات الكل اللي قدمناها له ما هي الوسائل سمحني بالله في المجال هذا ومعناها القانون المشوى قلو المالية بناتوا الرابط الوطني رحمية الثورة وتخلنا به للمجلس التأسيسي وقنعنا النواب قعدوا معنا جملة من نواب لكن لسوء الحظ فما نائب معناها تصدق للمقترحات متاعنا ومعناها وأقنع أغلبية النواب بش ما يصوتوش معها ومعناها غريبة والآن ما هي الحلول المقترحة الحلول اللي هو لازم بساعد تغيير جذري على مستوى الهيكلة الناس هذوم اللي يخرجوا في القوانين هم أبيدهم الناس اللي يصاغوا القوانين المنخرمة وبالتالي لازم يعادة هيكلة إدارة العامة الأداءات والتشريع الجبائي والمحاسب العومي من ناحية وزيد لازم تساغ على الأقل قوانين توا في السنة 2013 تساغ قوانين بالقانون بالقانون ويتعد على المجلس التأسيسي باش ينجموا على الأقل يرقعوا المشاكل اللي صارت في القانون المالي هذا خطر هذا لما يتمحلوا معناها لاه قانون ثوري لا معناها يساعد لا المطالب بالضريبة ولا خزنة الدولة سي محمد بن ردين فتحة المتفاقد مركزي المصالح المالية شكرا لكم على الحضور شكرا لك